قضية غزة ليست قضية الفلسطينيين وحده لكنها قضية الأمة صحيح بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول معنى نستحضر في قضية فلسطين هذه القضية التي هي قضية الأمة بأسرها أنه هذا الواجب الشرعي الحكمي اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجبه علينا بنصرة عباده إن تنصروا الله ينصركم لازم نبقى متفاهمين زي ما أشار شكوم من كده بطبيعة الصراع هذا الصراع ومبدأه ومنشأه وكيفية التعامل معاه يمكن الجيل اللي فعلا النهاردة لم يرى من أيام احنا بنتكلم على أنه النكبة كانت سنة 48 وأن احنا بقالنا 75 سنة على هذه النكبة فالجيل الموجود لا يعرف التفاصيل نتكلم على نصر أكتوبر ونصر العشر من رمضان من 50 سنة فبالتالي الجيل اللي نشأ يعني لم يتفهم طبيعة هذه القضية غير الجيل السابق جيل الأباء والأجداد فعشان كده تترسخ القضية وتتفهم عند الناس ولازم يبقوا فاهمينها كويس أو هي إيه القضية لأنه النهاردة الشباب بينظر إلى اللي بيحصل في غزة وبيقولوا طب ليه يعني وليه المناوشات دي وكانوا في حالهم وخلاص هم غلطانين وبدأوا ليه المشاكل دي كلها ما خلاص يعيشوا خلاص طالما هم عارفين أنه هم مستضعفين وأنه ما عندهمش القدرات اللي عند عدوهم فيركنوا إلى الدنيا وخلاص ويعيشوا ويرتضوا هذا الحال اللي جاء في إسر يتأقلموا على الوضع على الوضع الحالي في إسر معاهدات السلام والتطبيع مما نشأ عليه هذا الجيل فما تربطشي القضية عندهم فعشاكذا ما تجي أنت تقول للناس النهاردة أن قضية فلسطين هي قضية الأمة لا ممكن تكون هي قضية الناس دي الناس دي عندها وضع معين هي مش قضية المسلمين لما تعتل لهم الأقصى المسلوب وأنه مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حق على كل مسلم نصرة هذه القضية فهو يشوفها بشكل تاني يشوفها إما بمنحة سياسية أو منحة قومي وبالتالي البعض الشرعي اللي في المسألة بينحى عن الناس هنا بقى البداية هي بلا شك معركة الوعي هي البداية النهاردة الحرب الإعلامية الأساسية اللي مورست على هذا الجيل والمورست على الناس بشكل كبير فلوثت عندهم المعتقدات دورنا الأساسي النهاردة الناس في الزمان السالف كانوا على دين ملوكهم اليوم على دين إعلامهم وبالتالي إحنا حربنا الأساسية النهاردة حرب مفاهيم حرب أفكار حرب إعلام وبالتالي الشغل على هذا المعنى مو من هنا بقى لازم نبتدي نوعي الناس لطبيعة القضية دي وسبقنا الناس اللي فعلا أثروا القضية دي بالبحث يعني مثلا على النهاردة الناس إنها تقرأ مثلا كتابات واحد زي الدكتور عبدالوهاب المسيري صاحب الموسوعة الأكبر في تحليل أصلا شخصية اليهود اليهود واليهودية في رسالة لي بسيطة جدا ممكن عموم الناس يقرؤوها ليه رسالة كده اسمها مقدمة في الصراع العربي الإسرائيلي كميلة جدا إنها تقرأ بس رسالة بسيطة ممكن النهاردة رب الأسرة يمكن يجمع الولاد ويبتدي يحكي لهم القضية يحكي لهم الموضوع ده من الأيام دي نقطة مهمة يا شغل الفكرة القراءة ربما تكون بعيدة عن كثير من الأجيال في هذا الزمان لكن زي ما حتاك تفضلت كده لو إن رب الأسرة اجتمع بأولاده على مائدة الغداء مثلا أو في جلسة بينهم جلسة عائلية في البيت هو نفسه قاعد يحكي له مرخص هذا الكتاب بطريقة طيبة سيكون له دوء كبير جدا جدا وفي بعض الحاجات فيه أفلام وسائقية لطيفة جدا فيه وسائقي ممتاز جدا كان معمول سنة 98 اسمه الصراع العربي الإسرائيلي خمسون عاما من الصراع لطيف جدا وممكن الناس تقعد النهاردة تشوفوا على اليوتيوب وتبتدي تسري وتفهم القضية بتادي تمنين وإيه القضية دي وهو من إمتى أصلا هجر الناس دي يعني المفترض أنه دول الأرض دي كان مرد في السنة يعني مهم نعرف بداية القضية مش فكرة نحن بيشوف مشاهد دماء وأشلاء على شاشات فنعيط شوية أو ندعو لهم ومن ثم ننسى القضية أيوة مع الزمن فهو خلاص هو بقى واقع أنه في إسرائيل وأنه في قطاع غزة وأنه في ضفة أو أنه في كذا فهو نشأ لها الموضوع بالطريقة دي طب أنه وكان هو بقى لما فر منه سنظل عليها حتى وخلاص وهم ليه في المشغبات دي طب ما خلاص كان الأمر ككذا فده لازم يبتدي يتصحح في المفهوم أشكرك أعود إليكم مجددا إن شاء الله